من يرحل ومن يبقى؟ هذا السؤال الأزلي في أرض تعبت من القهر الذي يتعرض له أهلها الذين تحملوا كل أنواع الجرائم بانتظار لحظة استعادة كامل ترابها وقدسها وأقساها غزة اليوم معرضة لنكبة أخرى تشبه نكبة 1948 حين أجبرت العصابات الصهيونية الفلسطينيين على ترك قراهم وأراضيهم حتى دون توديعها وما أشبه اليوم بالأمس حين وقفت أكبر قوة حين ذاك بريطانيا مع الصهاينة ليتكرر ذات المشهد اليوم مع أمريكا وبريطانيا التي أكدتا دعمهما لإسرائيل والتي يبدو أنها لن تقبل إلا بتصفية كاملة بشرية ومعنوية لأصحاب الأرض الأمم المتحدة بدورها طالبت جيش الاحتلال بإلغاء إنذاره حيث ترى أنه من المستحيل تنفيذ هذا الأمر من دون وقوع عواقب إنسانية مدمرة وأضفت مقررة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا على بينيز إن ما يحدث هو أن جزءا كبيرا من السكان الفلسطينيين في غزة يتم القضاء عليهم ليس بشكل مختلف عما حدث من قبل ولكن بشراسة متزايدة من جانبها أكدت وزارة الداخلية في غزة أن الاحتلال يكذب حينما يقول إنه يستهدف بنية المقاومة بل يستهدف المدنيين والمنشآت المدنية ولا توجد منطقة آمنة في القطاع بل يريد تهجير السكان الفلسطينيين عن أرضهم هجرة ثانية بدعوى اجتياحه البري ترجمة نانسي قنقر